انطلقت أمس بعين البنيان فعالية المهرجان الوطني للمرأة الأمازيغية وذلك بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة هدف المهرجان للتعريف بثقافة المرأة الأمازيغية من لباس وفولكلور التغطية لزميل عبد الرحيم بونمري قبل كوجل كل شيء نقول لكم أسكس من قاس إن شاء الله يتعاد علينا بالصحة ولهنا الإشراف هذا ما كانش إشراف عكروف حاميد وإنه هو إشراف مجموعة من الأشخاص هما إحنا أسرة المشرفين هي عبارة عن أسرة كنا قاعدين قصرنا كنا نديروا يناير مولفين كل عام نحتفلوا به عن طريقة تقليدية لكن هذه الخطرة قالك لماذا لا نديروا زعم حاجة فولكلورية ونقرب كل مؤسسات يدير معارض ديرك دا حنا قلنا نجيبوا حاجة جديدة عن طريق دي ترك فولكلوريك دي ترك فولكلوريك أفا ندنيمي بيان لإسپاس تاعنا إن شاء الله ونفرحوا قاعدينيك اليوم ديكورة يمشي مع المناسبة ديكور كابيل 100% في كامل إزارتكال تعالي كابيل تسكيلات традиционال يعني كين دي دي تاي يكونوا شوية سبيسيال يكونوا سبيسيال هادلزي بانمان اليوم حبيتينشارك مع مسู่ حميد بمناسبة هادي سمع conversations إن شاء الله يتصل علينا برباح ان شاء الله والخير لذي تنقى لأفلاد أخرى مع مناسبة كما يرتكب يتصل علينا برباح يفروح لأفلاد نشاء الله المناسبة من خير والأفرش شائпис أنا أيضا هي والغ lots الحمد لله جوزنا الباسجنتانا مليح في المهرجان طبعا اللولان تاعو المرأة الأمازيغية قدمنا ست تصاميم شاوية وقبيلية بلا مسات عصرية المهرجان كان رائع في الزاف ويبرز اللباس تقليدي الجزائري سواء كان شاوي ولا قبيلي ولا أي من طورات الجزائر باش نبينوا الهوية الجزائرية